موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي التلاميذ مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سعيدوا أنا بلقائي معكم مجددا في سلسلة من الحصص من برامج رياضيات تناولنا في الحصص الماضية درس الدالة الخطية والدالة التألوفية الجزء الأول الآن مع الدالة الخطية والدالة التألوفية والجزء الثاني لتعيين المعاملين A و B انطلاقا من التمثيل البياني للدالة التألوفية لاحظوا معي لدينا المستقيم D إذن انطلاقا من نقطة التقاطل المستقيم D مع محور الترتيب نتقدم بوحدة واحدة إلى اليمين ثم ننزل إلى الأسفل بوحدتين لنصل إلى المستقيم D وهكذا نكون قد عيننا المعامل A إذن A يساوي ناقص 2 والمعامل B هو الترتيب إلى المبدأ إذن B يساوي 1 ومعادلة المستقيم D إذن هي Y تساوي 2X زائد 1 عفواً Y تساوي ناقص 2X زائد 1 لاحظ معي كذلك المستقيم D فتحة انطلاقا من نقطة التقاطل المستقيم D فتحة مع محور الترتيب نتقدم بوحدة واحدة إلى اليمين ثم نصعد إلى الأعلى بوحدة ونصف لنصل إلى المستقيم D فتحة نكون قد عيننا المعامل A إذن A يساوي 1.5 وB هو الترتيب إلى المبدأ ويساوي 4 ومعادلة المستقيم D فتحة هي Y تساوي 1.5X زائد 4 النسبة المئوية النسبة المئوية تمثل وضعيات تناسبية أولاً حساب P بالمئة من مقدار X هو Y حيث Y يساوي P على 100 في X مثال 80% من وزن جسم إنسان ماء ما هو وزن الماء في جسم يزينه 50 كيلوغرام لدينا إذن Y تساوي P على 100 في X ويساوي 80 على 100 في X بتعويض قيمة X بـ 50 نتحصل على Y تساوي 0.8 في 50 وتساوي 40 كيلوغرام إذن وزن الماء في جسم يزينه 50 كيلوغرام هو 40 كيلوغرام ثانياً زيادة X ب P بالمئة هو حساب Y حيث Y يساوي 1 زائد P على 100 في X مثال ارتفع ثمن سلع متجر بـ 25% ما هو ثمن سلع كان ثمنها 500 دينار لدينا Y تساوي 1 زائد 25 على 100 في 500 ومنه Y تساوي 1.25 في 500 وتساوي 625 إذن ثمن سلع بعد الزيادة هو 625 دينار خفض X بـ P بالمئة هو حساب Y حيث Y تساوي 1 ناقص P على 100 في X مثال يزين شخص 80 كيلوغرام بعد حمية إن خفض وزنه بـ 10% كم أصبح وزنه لدينا Y إذن تساوي 1 ناقص 10 على 100 في 80 ومنه Y تساوي 0.9 في 80 ويساوي 72 إذن أصبح وزن الشخص الذي بعد الحمية 72 كيلوغرام المقادير المركبة أولاً السرعة المتوسطة ما هي؟ هي نسبة المسافة المقطوعة إلى الزمن المستغرق لقطعها وتقدر بالمتر في الثانية أو الكيلومتر في الساعة مثال السرعة المتوسطة لقطار هي 90 كيلومتر في الساعة يعني أن القطار يقطع 90 كيلومتر خلال ساعة واحدة ثانياً الكتة الحجمية هي كتة الجسم بالنسبة إلى حجمه وتقدر بالغرام على سنتيمة المكعب أو الكيوغرام على المتر المكعب مثال الكلتة الحجمية للنحاس هي 8.9 غرام على سنتيمة مكعب يعني ماذا؟ يعني أن 1 سنتيمة مكعب نحاس يزين 8.9 غرام ثالثاً الطاقة الكهربائية هي كمية الإستطاع الكهربائية المستهلكة خلال زمن معين يعبر عنها بالوات ساعي أو كيلوات ساعي حيث 1 كيلوات ساعي يساوي 1000 وات ساعي مثال ما هي الطاقة الكهربائية لمصباح استطاعته 75 وات خلال 8 ساعات لدينا U تساوي P في T U هي الطاقة الكهربائية P هي الإستطاع الكهربائية أما T فهو الزمن بالتعويض نجد أن U يساوي 75 في 8 إذن U يساوي 600 وات ساعي الطاقة المستهلكة خلال 8 ساعات هي 600 وات ساعي إليكم الآن تمرين تطبيقي يقتلح صاحب النادي رياضي سيغتين السيغة الأولى 150 دينار عن كل حصة لغير المنخريطين أما السيغة الثانية فدفع اشتراك شهري يقدر بـ 300 دينار والاستفادة من تخفيض قدره 40% من سعر كل حصة أولاً أحسب ثمن الحصة الواحدة بالسيغة الثانية ثم أكمل الجدول التالي الذي يمثل عدد الحصص الدفع بالسيغة الأولى ثم الدفع بالسيغة الثانية ثانياً نرمز بـ X لعدد حصص المشاركة خلال الشهر وـ F-LX المبلغ المدفوع بالسيغة الأولى وـ G-LX المبلغ المدفوع بالسيغة الثانية ألف عبر عن F-LX وـ G-LX بدللت X بـ حل المعادلة F-LX تساوي G-LX ثالثاً في معلمين متعامد نختر الوحدات البيانية التالية على محور الفواصل 1 سنتيمتر يمثل حصة واحدة وعلى محور ترتيب 1 سنتيمتر يمثل 150 دينار على ورقة مليمترية أرسم المستقيمين D1 وD2 الذين معادلتهم على الترتيب Y تساوي 150X و Y تساوي 90X زائد 300 باستعمال التمثيل البياني فسر بيانياً حل المعادلة F-LX تساوي G-LX إذا كان لديك مبلغ 1650 دينار وأردت الاشتراك في هذا النادي فأي سيغة تختار؟ علل إجابتك إليكم الآن حل التمثيل طلب مننا حساب ثمن الحصة الواحدة بالسيغة الثانية لدينا تخفيض إذن 40% من سعر كل حصة والحصة مقدرة ب150 دينار إذن هو حساب إجراك حيث إجراك تساوي 1-P على 100X بالتعويض نجد أن إجراك يساوي 1-40 على 100 الكل في 150 ومنه إجراك يساوي 1-0.4 الكل في 150 إجراك تساوي 0.6 في 150 وتساوي 90 دينار إذن ثمن الحصة الواحدة بالسيغة الثانية هو 90 دينار نقوم الآن بإكمال الجدول التالي لاحظ عزيز تلمي جيدا لدينا عدد الحصة في الخانة الأولى لنقوم الآن بحساب الدفع بالسيغة الأولى كم يكون إذن الحصة الواحدة بالسيغة الأولى هي 150 دينار إذن يكون الحساب كالتالي 150 في 3 ويساوي 450 كم يساوي الآن الدفع بالسيغة الثانية من أجل 3 حصص لدينا الحصة الواحدة تقدر بـ 90 دينار إذن تكون 90 دينار في 3 حصص زائد 300 وهو الاشتراك الشهري والمجموعة يكون 570 دينار الآن الخانة الثانية لدينا الدفع بالسيغة الأولى 8900 دينار نحسب أولا عدد الحصص إذن الحصة الواحدة بالسيغة الأولى هو 150 دينار إذن يكون 900 قسمة 150 دينار ويساوي إذن 6 حصص الآن الدفع بالسيغة الثانية من أجل 6 حصص تكون 90 دينار في 6 حصص زائد 300 وهو الاشتراك الشهري ويساوي 840 دينار لدينا الآن في الخانة الثالثة الدفع بالسيغة الثانية 1020 دينار نبحث أولا عن عدد الحصص إذن لدينا 1020 دينار ناقص 300 وهو الاشتراك الشهري ثم نقسم هذه النتيجة على 90 وهي حصة السيغة الأولى وتساوي 8 حصص الآن نقوم بحساب الدفع بالسيغة الأولى من أجل 8 حصص إذن 8 حصص في مبلغ الحصص الواحدة الذي هو 150 دينار لتصبح النتيجة 150 في 8 ويساوي 1200 دينار ثانيا التعبير عن F-LX وG-LX بدلت X بما أن X هو عدد الحصص المشاركة خلال الشهر وF-LX هو المبلغ المدفوع بالسيغة الأولى إذن وG-LX المبلغ المدفوع بالسيغة الثانية فإن F-LX تكتبه إذن 150 في عدد الحصص الذي هو X أي 150X وG-LX هو 90 دينار في X زائي 300 أي G-LX ساوي 90X زائي 300 نقوم الآن بحل المعادلة F-LX تساوي G-LX لدينا F-LX تساوي G-LX بالتعويض نجد 150X تساوي 90X زائي 300 بوضع المجاهل في الطرف الأول والمعالم في الطرف الثاني 150X-90X ساوي 300 بعد تبسيط نجد 60X يساوي 300 ومنه X يساوي 300 على 60 ويساوي 5 التمثيل البياني نبدأ أولاً بالتمثيل البياني للدلة F لدينا F-LX تساوي 150X لتعيين التمثيل البياني للدلة F يكفي تعيين نقطة واحدة غير المبدأ مثلاً نأخذ X يساوي 3 ونحسب صوتها بالدلة الخطية F لنتحصل على الترتيبة Y تساوي 450 ومنه إحداثية النقطة هي 3450 نعين هذه النقطة في المعلم ونصل النقطة بمبدأ المعلم لنتحصل على المستقيم D1 الذي هو التمثيل البياني للدلة F الآن نقوم بالتمثيل البياني للدلة G الدلة G هي عبرة عن دلة ألوفية جيلي X ساوي 90X زائل 300 لتمثيلها يكفي تعيين نقطتين نأخذ مثلاً X يساوي 0 وصوتها بالدلة G هي 300 نتحصل على نقطة إحداثيتها 0 300 ونقطة ثانية فاصلتها 10 صوتها بالدلة G هي 1200 نتحصل على نقطة ثانية إحداثيتها 10 1200 نعين تلك النقطتين ثم نصل بين النقطتين لنتحصل على المستقيم D2 التمثيل البياني للدلة G التفسير البياني لحل المعادلة إذن حل المعادلة F لX ساوي G لX هو X يساوي 5 ويمثل فاصلة نقطة تقاطع التمثيل البياني للدلتين F وجي وهو عدد الحصص التي لأجلها يكون المبلغ المدفوع بالسيغتين متساوي ويساوي 750 دينار إذن إذا كان لديك 1650 دينار ما هي السيغة المفضلة إليك؟ هناك طريقتين لاختيار السيغة الأفضل إذن لدينا الطريقة البيانية بمبلغ 1650 دينار يمكنك الاستفادة من 11 حصة بالسيغة الأولى أما بالسيغة الثانية فتستفيد من 15 حصة وعليه فالسيغة الثانية هي الأفضل الطريقة الحسابية بالسيغة الأولى لدينا 150X يساوي 1650 نحل المعادلة X يساوي 1650 قسمة 150 وتساوي 11 إذن بمبلغ 1650 دينار يمكنك الاستفادة من 11 حصة بالسيغة الثانية لدينا 90X زائي 300 ويساوي 1650 نحل هذه المعادلة 90X يساوي 1650 ناقص 300 ومنه 90X يساوي 1350 ومنه X يساوي 1350 قسمة 90 ومنه X يساوي 15 إذن بمبلغ 1650 دينار يمكنك الاستفادة من 15 حصة إذن الاختيار الأفضل هو السيغة الثانية وهكذا أعزائي التلميذ نأتي إلى نهاية هذه الحصة نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة